الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضب إلينا من استوديوهاتنا في فلسطين المحتلاء الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عرقات مساء الخير أستاذ واصف مساء النور تحياتي يعني إذن حصار يفرضه الاحتلال على مدينة الريحة منذ تسعة أيام متتالية باعتقادك هل سيطول أمد هذا الحصار أستاذ واصف في ظل التطورات الجديدة؟ هذا الحصار صحيح أنه على الريحة وعقبة جبر منذ تسعة أيام ولكنه على الشعب الفلسطيني منذ سنين طويلة والشعب الفلسطيني يعاني من العقاب الجماعي ويعاني من سياسة الحصار والاقتلاع يعني حينما يتشدق رئيس هيئة الأركان رقم 22-23 كخافي حين سلم هيلفي ويقول له نفذنا منذ عملية كاسر الأمواج التي بدأ بها بتطهير المقاومة بحسب تعبيره نفذوا 1200 عملية اقتحام بالضفة الغربية ونفذوا عملية 1500 اعتقال بالضفة الغربية وهناك أكثر من 30 شهيد في الضفة الغربية منذ بداية العام فبالتالي الشعب الفلسطيني كله الآن يحاصر وتحديدا عقبة جبر وأريحة نعم لكن إعلان مفاجئ عن كتيبة كتيبة عقبة جبر في مدينة أريحة من الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية ماذا يعني ذلك بالنسبة للكيان الإسرائيلي؟ هذه ضربة ضربة يعني ضربة موجعة لأجهزة الأمن والاستخبارات والجيش الإسرائيلي الذي كما قلت تشدقوا بأنهم في عملية ما يسمى كاسر الأمواج وفي عملية جز العشب يحاولون يعني منع تطوير المقاومة لنفسها ومنع ظهورها ومنع توسع رقعتها ورقعة المقاومة ونوع امتدادها فحينما تعلن هذه المقاومة مسؤوليتها أنا بتقديري هذا تحدي للاحتلال وتكريس تكريس لواقع المقاومة القوية مقابل تكريس الاحتلال لاحتلاله يعني الاحتلال يحاول أن يكرس احتلاله بالقوة العسكرية وبارتكاب مجازر وجرائم ضد الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني المقاوم أيضا له الحق أن يقاوم هذا الاحتلال وأعتقد أنه حينما يوجه سلاح من قبل المقاومين في وجه الاحتلال وفي صدر الاحتلال تكون حاضنة هي الشعب الفلسطيني كله والمقاومة الفلسطينية كلها وهذا يعزز من قدرات المقاومين الفلسطينيين يعني سؤال أخير وبعجالة أستاذ واصف مع ظهور المقاومة في مدينة أريحة بالتزامن مع ظهورها في مدينتي نابلس وجنين هل هذا يعني بأن المقاومة عادت من جديد في الضفة الغربية بعد انقطاع لسنوات لربما؟ أتحدث عن مقاومة المسلحة تحديدا الاحتلال صحيح صحيح الاحتلال مصمم على تنفيذ برامج يعني إلغاء الشعب الفلسطيني وليس فقط تكريس الاحتلال وإنما إذا استطاع أن يهجر الشعب الفلسطيني كله يعني لا يؤجل ذلك فبالتالي يعني أكيد أكيد هذا الواقع لا يقبل به الجيل الجديد الذي راهنت إسرائيل عليه أنه سينسى القضية الفلسطينية هذا الجيل هو الشاهد على جرائم الاحتلال وهو الذي يتلمس الوجع الحقيقي للفلسطيني وخاصة حينما يشاهد الأب ابنه ويشاهد الابن أبوه كيف يقتل أمام عينيه فبالتالي المقاومة المسلحة أنا بتقديري هي الرادع الوحيد في ظل تحلل الاحتلال من كل الاتفاقيات يعني لا يوجد الآن أي أمل في تنفيذ الاتفاقيات مع إسرائيل فبالتالي الأمل الوحيد للطريق الوحيد نعم شكرا جزيلا الخبير العسكري اللواء المتقعد واصف أعريقات شكرا جزيلا لك